بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح نستكمل الكلام عن الـ Expressions ورح نتكلم عن الـ Evaluation لـ Expression حساب قيمة الـ Expression في ظل القواعد اللي تعلمناها قبل عن Data Types والType Casting اللي أنواع البيانات في الدروس السابق لما تكلمت عن كيفية حساب الـ Expression كنت أتكلم عن فقط الـ Precedence أو الأولوية في هذا الدرس ما تكلمت أبدا عن تأثير اختلاف انواع البيانات على كيف يحسب الكمبيوتر وكيف يقوم الكمبيوتر بحساب قيمة الـ Expression في هذا الدرس راح نشوف لما يجينا Expression وفي انواع مختلفة من البيانات كيف هذا الشيء يأثر على الكمبيوتر لما يجي يحسب قيمته طيب ليس الموضوع هذا مهم لنا جدا خلنشوف البرنامج التالي قدامنا هنا كمثال هذا برنامج يحسب لي الـ Discount اسمه Discount زين؟ يعني يحسب لي التخفيض فتعطيه سعر أي سلعة زين؟ يقول لك والله يحسب لك السعر بعد التخفيض بقيمة 5% أنا ثبت هنا التخفيض بس عشان تسهيل العملية زين؟ فتعطيه مثلا أي سلعة يقول لك والله قيمة التخفيض 5% لو خفضت السعر بـ 5% راح ينقص السعر بمقدار مثلا 5 ريال هذا قيمة التخفيض راح تكون 5 ريال أو 10 ريال أو على حسب السعر الأصلي للسلعة في البرنامج بكل بساطة يطلب منه مستخدم أنه يدخل الـ Price هنا يقرأ السعر أو الـ Price هنا كـ Double ثم بعد كذا يقوم بحساب التخفيض حق السلعة يعني كم راح تخفض لو كان التخفيض 5% كم القيمة اللي راح نقصها من السعر خلنا نشوف مثال مثلا لو مثلا عطيناه القيمة لو كان الـ Input مثلا 100 لو كان السعر 100 فإنه راح يقول لك لو خفضنا 5% راح تكون 5 تقسيم 100 في 100 فتروح البسط مع المقام يبقى لنا 5 هذا هو سعر التخفيض إذن لو كانت السلعة بـ 100 راح نخصم منها 5 ريال قيمة التخفيض خلنا نشغل البرنامج هذا ونشوف مثالنا هذا المية كيف راح يكون الناتج هذا هو البرنامج زين قدامك خلنا نشغل البرنامج نسوي لوران شغلنا البرنامج قالك دخلي الـ Price فنقوله الـ Price هي 100 السعر هو 100 قالك التخفيض صفر المفروض يقولك التخفيض خمسة المفروض الخصم راح يكون خمسة ريال لكن قالك الخصم راح يكون صفر السؤال ليش زين وارجو نكتنتبه جيدا للنقطة هذه طيب خلنا نشوف ليش السبب هنا ليش الكمبيوتر صار فيه مشكلة خلنا نشوف شو راح يسوي الكمبيوتر أنت الآن دخلت في الـ Price لما يجي الكمبيوتر يحسب يسوي Evaluation لـ Expression الموجود قدامك هذا كيف راح يسوي الـ Evaluation خلنا نشوفها هنا Expression عبارة عن خمسة تقسيم 100 في Price تمام حنا عارفين أن الـ Price 100 قيمتها زين طيب عندنا عمليتين متساويات في الأولوية فإذا نبدأ باليسرى فإذا نزل هنا الضرب زي ما قلت لك قبل وبعد كذا أبدأ بالليعليسار ثم بعد كذا الليعلمين كل واحد منهم الوحده طبعا هنا العملية سهلة جدا فالليعليسار Price الليه 100 مضبوط عفن فنبدأ حنا بالليعليسار الليعليسار اللي هو الخمسة على مية تعطينا 5% أو 0.05 والليعلمين يعطينا 100 فمفروض 5% في 100 تعطينا تعطينا الناتج 5% مضبوط لكن لكن ما هو هذا اللي صار من الكمبيوتر الكمبيوتر لما جاء إذا تذكر قلنا أنه عملية القسمة والأوبريتور حق القسمة يتغير معناه بحسب أنواع البيانات الموجودة لا تنسى الشيء هذا أبدا مزين الأوبريتور تتأثر بأنواع البيانات والإيباليويشن حق الإكسبريشن يتأثر بأنواع البيانات أنا عندي هنا هذا الرقم إنتجر إذا تذكر الليترالز قلنا أي رقم بدون أي شيء بدون فاصلة بدون شيء يعتبر ليترال زين خلت ذكرك بالشيء هذا الرقم 5 الرقم 10 الرقم 100 الرقم 535 مثلا هذه كلها إنتجر لو أضفت حرف الـ هنا صار لونج لو أضفت فاصلة هنا صار دبل لو أضفت F هنا F small أو capital صار float زين إذن لا تنسى الأشياء لو أضفت D هنا صار دبل لكن بدون ما تحط أي شيء هذا يعتبر إنتجر في الكمبيوتر يقول لك عندي إنتجر وعندي إنتجر إذن راح أسوي قسمة صحيحة بباقي يعني 100 تقسيم 5 كمية تقسيم 5 فيها صفر زين صفر في 5 بصفر والباقي 100 إذن ناتج القسمة من صفر والباقي 100 إذن بكل بساطة يقول لك تبغى ناتج القسمة ناتج القسمة صفر صفر في 100 يعطينا صفر هذا هو الناتج النهاي وهذا هو فعلا اللي أعطاني زين طبعا الكمبيوتر لما جاء يضرب شو اسمه لما جاء يضرب هنا مضبوط انتبه للناحية هذه اللي هو عطانا 0.0 ليش عطانا 0.0 هنا إنتجر عطانا إياه صفر هنا الـ price double المفروض لنحط هنا صفر زين 0.0 فلما جاء يضرب double في إنتجر زين ما قلت لك الكمبيوتر دائما يرفع لأعلى يأخذ الأضمن تحويل الانتجر لدبل أضمن من تحويل لدبل الانتجر زين تحويل أي انتجر تقدر تحوله لدبل ما عندك مشكلة حط فاصلة 0 بس لكن ما تقدر تحول أي دبل الانتجر لنك لازم تشيل اللي بعد الفاصلة الكمبيوتر يقول لك أنا بقى سوي لك implicit typecasting وشرحنا هذا سابقا فيبقوم الكمبيوتر ويحول لنا بالطريقة التالية رح يجي يقول هذا 0.0 في 100.0 يعطينا الناتج 0.0 اللي هو دبل زين لاحظت كيف التحويل اللي صار طيب السؤال الآن كيف اننا نصحح الخطأ هذا وهذا هو المهم من الدرس هذا زين كيف نصحح الخطأ هذا بكل بساطة عندك العملية هذه لابد انك تحولها العملية قسمة بدون باقي قسمة عشرية زين كيف تحولها القسمة عشرية لابد انك تضع هنا واحد من الاثنين دبل واحد من الاثنين دبل يعني مثلا لو قلت خمسة تقسيم 100 فاصلة صفر في price هذا الخيار الاول زين ش رح يسوي الكمبيوتر يقولك يبدأ طبعا ينزل الضرب لانه هذا الأقل الأولوية يجي يحسب اللي علي سار يقولك 100 دبل والخمسة إنت إذن الأسلم لي ارفع الانت الدبل مضبوط لأن الدبل أكبر زي ما قلنا قبل فإذن خلنا نحط بلنا ثاني كذا خلنا خمسة فاصلة صفر تقسيم 100 فاصلة صفر وبالحالة هذه رح يعطيك الناتج خلنا نضع ويضربها طبعا في قيمة الـ price اللي هي 100 فاصلة صفر هنا عندك double و double فيعطينا في النهاية خمسة الناتج طبعا 5 فاصلة صفر خلنا نجرب الشيء هذا زي نجي هنا نقول خمسة تقسيم 100 فاصلة صفر خلنا نفذ البرنامج يقل يدخلي price price 100 enter أعطانا 5 فعلا ولحظنا 5 فاصلة صفر وليست 5 زين إذن هذا شيء مهم جدا دائما الكمبيوتر إذا اختلطت إذا كان عنده evaluation expression واختلطت أنواع البيانات في expression فإنه دائما قبل ما يجي يحسب العملية يرفع لأعلى زين وخلى حط لك الترتيب هنا حتى ما تنسى سبق أن كتبنا لكن جيد أن نضع الآن مرة ثانية خلنحط لك الترتيب حق أنواع البيانات في الجافة بايت بايت شورت انت لونج فلوت دبل واخت واخيرا هذا يمكن حط بلون مختلف شوي string لو اجتمع أي واحد من هذول رقم و string و نضع و ترتيب مباشرة يرفع الرقم إلى string لأنه أي رقم ممكن تحول ل string ل ل و مشكلة لكن ما هو أي string تقرد حول الرقم وهذا ذكرناه سابقا زين؟ فإذا هذا هو الترتيب خلوا أحطه كذا عشان يلتطعين زين؟ هذا هو الترتيب عند اجتماع عندما تجي تحسب أي expression في الجافة لا تنسى الشيء الترتيب هذا إذن هذه هي الطريقة الأولى اللي سويناها أن نحولنا المية وهذه أسهل شيء حطت المية.0 في طريقة ثانية وهي أننا نستخدم typecasting مضبوط فلما تجي أنت هنا الآن هذا هو الأصلي خمسة تقسيم مية خمسة تقسيم مية في price الآن أنت تبغى واحد من الثانية وهذا لا يصير double زين؟ فإذا تسوي typecasting زين؟ كيف تسوي typecasting؟ نشوفنا قبل typecasting كيف يصير؟ تجي تضع هنا double بين قوسين أو تضع هنا double بين قوسين أو تضع كلتين لكن يكفي واحدة منهم زين؟ فإذا مجرد أنك تضع typecasting حلية المشكلة خلي نشوف هنا نجرب الشيء هذا نجي مثلاً هنا نضع الحطة هنا بس عشان double هنا طبعاً هو أصلاً دعونا نحط int زين؟ الآن لو نفدنا البرنامج أعطنا الناتج الصحيح زين؟ خلى أذكرك بالtypecasting typecasting أنا كنت أقول لك أن typecasting يتم بالطريقة التالية قلت لك لو عندك assignment statement هذا اللي صار الassignment بعدين اللي ساوي بعدين اليمين assignment زين؟ قلت لك أنك دائماً تضع typecasting هنا قبل مضبوط الآن نبي نفصل بشكل أكبر فعلياً typecasting يتم بالطريقة التالية أي expression مضبوط أي expression عندك هذا expression فإنك تقدر تسوي casting تغير نوع expression لما يحسب الكمبيوتر والvalue وينتهي من حساب الvalue ينتهي من حساب الvalue فإنه يجي يحولها للنوع اللي تبغاه لما تحط قبل كذا فهنا المية يحولها double أو الخمسة يحولها double لكن انتبه لو لو أنك كتبت خمسة على 100 حطيت كذا قوسين بعدين قلت هنا double زين؟ في price ما استفد شي ليش؟ لأنه رح يقسم الخمسة على المية كما هم كأنتجر وبعد ما يخلص يحول الناتج إلى double زين؟ typecasting يسوي typecasting على expression هذا كله فإذن بعد ما يسوي evaluation الexpression كامل يسوي typecasting لكن هنا قبل ما يسوي يسوي evaluation لما يجي يسوي evaluation الexpression البسيط هذا simple expression زي ما قلنا قبل الخمسة يسوي لها typecasting مباشرة ما بعدين يسوي عملية القسمة أرجو أنك تكون فهمت الفكرة هذه typecasting دائما هو عبارة عن تضع type ثم هنا expression زين؟ سواء expression بسيط أو مركب هنا type ممكن يكون typecasting جوة expression زي ما أنت شايف هنا ممكن يكون expression أكبر زي كذا أو ممكن زي ما شفنا قبل التحويل اللي شفنا قبل بالطريقة هذه أرجو أنك تتدرب على typecasting شوي وتتدرب على expressions باختلاف بنوع بيانات مختلفة حتى تفهم الموضوع هذا لأن موضوع مهم قد يؤدي إلى أخطاء أخطاء يعني سيئة في بعض الأحيان شوف فيديو الجاي إن شاء الله مثال يعني على خطأ بسبب typecasting